من الصحافة إلى السياسة يدخل عبد الرزاق مسعودي غمار المحليات وكله أمل في أن يسمع صوت المواطن بعد أن خدمه في الإعلام اخترت الترشح لشيئين لا ثالثة لهم الحاجة الأولى والمهمة وهي الدفاع والمرافعة عن المواطنين الغلابة المساكين الزنة وغيرهم والنقطة المهمة والثانية ولأول مرة في تاريخ الحملات الانتخابية الجزائرية خاصة غلمة أنه يكون إعلامي والصحفي على رأس قائمة من قوائم التشكيات السياسية عبد الرزاق ابن بلدية حمام بيل بولاية غلمة صاحب السبع والعشرين سنة يعتبر أصغر مترشح للانتخابات المحلية ترشحت حتى أكون أيضا لسنة حال الزملاء الصحفيين زملاء مهنت الدفاع والمرافعة أصحاب الأقلام النبيلة إذن محليات الثالث والعشرين نوفمبر تفتح أبوابها أمام أبناء الإعلام لتمثيل منتخابهم ولائيا ليبقى السندوق وحده فيصلا في تحديد صاحب الكرسي ترجمة نانسي قنقر